موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج اقتصاد في عناوين الليلة بورصة قطر تغلق على ارتفاع بنسبة 0.56% سوق العقارات في الدولة يشهد انتعاشا ملحوظا بسبب تسارع النمو الاقتصادي وخطط التوسع العمراني في دولة قطر برنامج تنمية القدرات لرواد الاعمال مشروع اطلقه بنك قطر للتنمية لتحفيز امكانات النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لدى الشباب عندنا في قطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامج اقتصاد اللي كما عودناك مشاهدين الكرام بنسلط الضوء فيه على ابرز معاملات البورصة اسبوعيا اضافة الى تغطيتنا لمواضيع اقتصادية متخصصة من خلال برنامج اقتصاد تلقي الضوء على ابرز القطاعات الاقتصادية الموجودة في دولتنا الحبيبة قطر البداية نفس ما عودناكم في كل اسبوع بتكون من بورصة قطر حيث كان الزميل محمد الشهراني يتابع حركة التداولات في البورصة حتى نهاية جلسة اليوم الاثنين نتابع ما جرى في هذه الجلسة يهلا ومرحبا بيكم عزيز المشاهدين في الفقراء الخاصة بورصة قطر الحمد لله اليوم اللون الاخضر اقتصع اللون الاحمر خلونا نتعرف على المؤشر الآن اللي بدأ عند الساعة تسعة ونص عند 10.367 نقطة وصار في ارتفاع تدريجي اللين الاغلاق عند الساعة واحدة عند 10.425 نقطة أي بين معدل تغيير 58.15 نقطة وبنسبة تغيير 0.56 حجم التداول اليوم اللي صار اليوم هو 3.685 أما القيمة الحالية 173.757 ألف عندنا الرابحون عندنا 28 شركة أبرزها شركة مخازن بـ 4.32 تليها الخليج بـ 2.27 أما أبرز الخاصنون عندنا شركة أو مجمع المنائب بـ 2.44 تليها ملاحة بـ 1.38 طبعا الخبر اللي أبرز لهذا الأسبوع ونقدر نقول نحن نقدر نختمبه فقراتنا لهذا اليوم أن شركة إزدان حصلت على الموافقة بقرض يبلغ تقريبا 500 مليون دولار من عدد من البنوك أبرزها من دولة الإمارات لبناء عدد من المجمعات في مدينة الوسيل وهذا راح يأثر على الانتاجية الموجودة من ناحية العقارة أيضا المردود المالي بإذن الله عسى ربي وفقكم إن شاء الله ونقدر نقول هذا كل اللي عندنا فقرة اليوم بنتيكيكم إن شاء الله الأسبوع الجاية شكرا لك يا أخوي محمد الشهراني على تغطيته للفقرة الأسبوعية التي نقدمها لكم مشاهدنا الكرام في بورصة قطر في كل أثنين من كل أسبوع ونحن الآن مشاهدين الكرام بنعطيكم لمحة عن تعاملات الأسبوع الماضي من خلال هذا البرنامج الذي كان من تاريخ 9.10 إلى 13.10 حيث ارتفعت أسعار 19 شركة من الشركات الأربعة وأربعين المدرجة في بورصة قطر وانخفضت أسعار 23 شركة في بورصة قطر كما نشاهد أمامنا على الجدول التالية مشاهدينها الكرام فيما حافظت شركتين على أغلاقهم السابق مشاهدين الكرام وبدون أي تغيير أما مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم فقد سجل ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بمقدار 32.63 نقطة أو بما نسبته 0.32% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.389 نقطة مشاهدين الكرام أما في نسبة تعاملات المستثمرين للفترة ما بين 9 إلى 13 أكتوبر وصلت نسبة الشراء للأفراد مشاهدينها الكرام في تعاملات القطريين نبدأ معهم مشاهدين الكرام الشراء بلغ بنسبة 32% أما تعاملات غير القطريين فقد بلغت نسبة الشراء 6.2% أما نسبة البيع للأفراد القطريين فقد بلغت نفس ما نشوف مشاهدين الكرام في الجدول أمامكم 40.6% أما تعاملات غير القطريين الأفراد فقد بلغت 5.6% ننتقل ونشوف معاكم مشاهدين الكرام بلمحة للمؤسسات القطرية وغير القطرية فقد بلغت نسبة الشراء للمؤسسات القطرية 16 أو ما يقارب 17% أما بالنسبة للمؤسسات الغير القطرية فقد بلغت نسبة الشراء 42.4% أما بالنسبة للمؤسسات فقد بلغت نسبة البيع في تعاملات القطريين 33.1% أما بالتعاملات غير القطريين فقد بلغت بما نسبته 20.6% تابعنا مشاهدين الكرام معاكم هذه الفقرة الأولى التي نحن من خلال برنامج اقتصاد دائما نسلط فيها ضوء على بورصة قطر وأبرز ما جرى فيها من تعاملات وأرقام نسلطها لكم من خلال هذا البرنامج الحين نذهب معكم إلى فاصل قصير ونرجع من بعدها نكمل برنامج اقتصاد انتظرونا حياكم الله مشاهدين الكرام متواصلين معاكم في برنامج اقتصاد وفي خامس حلقات برنامجنا التي انتواصل فيه معاكم مشاهدين الكرام كشفت النشرة العقارية الشهرية لوزارة العدل ارتفاع حركة التداولات العقارية خلال شهر سبتمبر المنصرا بنسبة 15% بقيمة التداولات المالية وذلك مقارنة مع شهر أغسطس حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية خلال هذا الشهر 2.7 مليار ريال لتقديم قراءة اقتصادية لتلك النشرة مشاهدين الكرام ودالتها معنا في الاستيديو الخبير الاقتصادي يوسف محليقة نرحب فيك أخوي يوسف وشرفتنا في برنامج اقتصاد أهلا وسهلا بيتهم وفي أسرة برنامج والمشاهدين الله يحييك قبل ما نبدأ معك أخوي يوسف نروح معك ومع مشاهدين الكرام نتابع حركة التداولات في شهر سبتمبر من خلال هذا التقرير نتابع شهدت حركة التداولات العقارية قلال شهر سبتمبر المنصر ارتفاعا بنسبة 15% بقيمة التداولات المالية وذلك مقارنة مع شهر أغسطس 2016 وقد بلغ عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها 185 صفقة بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال قطري وفيما يتعلق بمؤشر القيمة المالية للصفقات فقد جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت نحو 1.5 مليار ريال قطري تليها بلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 729 مليون ريال ثم الريان بقيمة بلغت نحو 319.5 مليون ريال وتعد هذه البلديات هي الأكثر نشاطا من حيث السيول المالية للشهر الثاني على التوالي أما العقارات العشر الأعلى سعرا بالدولة خلال شهر سبتمبر فقد جاءت بواقع عقارين في كل من بلدية الوكرة والريان وخمس عقارات في بلدية الدوحة وعقار واحد في بلدية مصلال وقد بلغت قيمة أعلى صفقة تم تنفيذها خلال الشهر نحو 810 مليون ريال وذلك مقابل مجمع سكني استثماري يقع في الوكير تابعنا مجاهدين الكرام معكم في هذا التقرير اللي تحدث عن النشرة العقارية اللي تصدرها وزارة العدل وركزت على القطاع العقاري خوي يوسف بحمد شلون ممكن للمواطن أو المقيم أن يستفيد من هذه النشرة العقارية اللي تصدرها وزارة العدل وكيف ممكن أن يستخدم هذه النشرة لمصلحته في الفترة القادمة طبيعة الحال إذا جينا نعيش على هذا البلد الكرام لها قيمة لها فعلا دراسة عليه وزارة العدل هنا مشتورة تعد كل شهر من الشهور على أسعار العقارات الموجودة المتداولة في كل جهة أو كل أرض موجودة في هذا الوطن بطبيعة الحال هنا دور المواطن المواطن لابد يعرف قيمة هالعقار اللي يسكنه أو متداولة الكل هنا القطري ما أخذ ستهن وما أخذ عقار اللهم الحمد لله لك الشكر على ذلك هنا يبتدي يعرف قيمته بسعره الحقيقي في خلال فترة الشهر هذا وزارة العدل طبعا لما تعطينا هالقرار يعرف بالضبط قيمته حتى لا يعرف في حالة أقرار ببيعه أو أقرار بأجاره يعطي السعر العادل في هذا من ناحية ويعطيه مقياس أيضا بالسعر العقارات اللي يتكون في نفس المنطقة بالضبط حتى يكون لها طبعا نوع من الدرس ومنوع من المعرفة الحقيقية في التداول وهذا جزء من المعرفة الهامة جدا في المواطن دعنا نتكلم في تفاصيلها أخوي يوسف يمكن الناشرة اللي أصدرتها وزارة العدل أظهرت ارتفاع بنسبة 15% لو تحدثنا عن شهر سبتمبر مقارنة في شهر أغسطس دلالة هذا الأمر أخوي محمد هنا يجينا طبيعة الحال أغسطس كانت فترة إجازات وفترة ناس طالعة عن المواطنين أو الوافدين الوافدين طبعا يكونوا راحوا بلادهم المواطنين قد يكون في إجازات هنا يجي الدور الدور لما تبتدي المدارس ويبتدي العمل والشغل يبدأ العقارات تنطلب وتزيد وهذا نوع من الندي لما نرى أن الطلب عليها في سبتمبر كانت 15% كان حقيقيا بطلب حقيقي بالنسبة للأجارات طلب عليها بالنسبة للعقار الكل رجع والكل أب أن يبتدي أما بناءه أو تشرا بطريقة استثماراته لذا كانت واضح جدا أن هناك ارتفاع 15% نعم اللي يقرأ ناشر أخو يوسف يشوف بلدية الواكرة تغرد خارج السرب نعم يعني ماشاء الله مدينة الواكرة قاعدة تنمو بنمو جدا كبير ونحن نشوف أن هذه البلدية حصدت المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة بقيمة 1.5 مليار نعم يعني ريال هذه القيمة التي تعتبرها جدا كبيرة مقارنة ما بينها بين البلديات الأخرى والفارق جدا كبير دلالة ارتفاع التعاملات العقارية في مدينة الواكرة بالخصوص إذا نظرنا مدينة الواكرة مدينة مهمة جدا أولا نرى أنها مقبلة على مدينة حديثة عندك لو نظرنا في حالة اللوجستيك هناك مناطق تخزين وميناء ضخم جديد يعد له العدة وكذلك المطار بينها وبين المطار فإذا موقعها مهم جدا في هذه الناحية تقع بين مطار حميد الدولي وبين الميناء الجديد لدوها هذا الناحية الناحية الثانية قربها المنشآت الصناعية والكل يعرف المصانع فهي عندك كبارة المصانع الموجودة فيها فإذا الطلب موجود هذا الناحية إذا نظرنا كذلك من الناحية التجارية نرى أزدان أعلن عن افتتاحه وكان في بدايته وهذا نوع من ينشط حركة العمران في ذلك إذن الوكرة حظت بالنصيب الأكبر في هذا الشهر بالنسبة للعقار بالنسبة للإستثمار وبالنسبة للتفتير فيه الآن كلامك على ما تم أخي أبو حمد الآن هل الوكرة نعم شنو الشيء اللي احنا ممكن نوجه لهم أو رسالة بحيث احتفاظهم بهذا العقار ممكن استثمارهم أكثر في هذا المجال بحيث أنهم يستفيدون من النهضة العمرانية الكبيرة ونحن دائما برنامج نحن نوجه رسائل أيضا للمشاهدين أو أهالي المدن بأنهم يستفيدون من هذه النهضة التي تنهضها البلاد لأن في المقابل المواطن مهم أنه يكون لأيضا عوائد استثمارية أخرى طبيعة العالي الوكرة لها طابعة وأهمية كبيرة الوكرة تقع بين وصل بين الدوحة والمناطق الصناعية الوكرة طبعا ما تمتها طبعا فيها سود وقف الحديث الانشاء والا الآن كل يتطلع في ناحية السياحية مهمة جدا نعم الشعبي وكذلك المواطنين اللي فيها حسوا بقيمتهم وبعقاراتهم موجودة تكونهم هذا المكان الملائم وهذا الكلام هنا نوجه لهم هذا العقار قربهم ووصولهم وسكنهم مهم جدا لاستقرارهم وتكوين مدينة ثانية تنافس أو أعلى قد تكمل الدوحة على كل ينظر بين الدوحة وقطر لا يوجد مسافة كلها دقائق ويكون موجودة فإذن الوكرة من المدن مهمة جدا والمواطنين يتمسكون فيها وأنا ألاحظ الأكثر هناك كثير من الهجرة والمواطنين يفضلون سكن في الوكرة تكونوا العمل قريب من عندهم خاصة الانشاعيد والذين يشتغلون في المصانع نعم نعم وهذا راس وفنطاس قريبة منهم وهي محطة كهربية تغذي كبيرة في الدوحة وهذا من الناحية العقارية مهمة جدا دائما أنا أتكلم عن العقار حلقتنا اليوم في هذا الفقر ركزنا عن العقارات مهم الأشخاص الذين دائما يتوجهون للإستثمار دائما ينصح فيهم أنهم يذهبون إلى العقار لماذا العقار؟ ودائما يقولون العقار يمرض لكن لا يموت السر العقار هو الثمن الوحيد الذي ينظر للمواطن لاستقرار هو الذي يعطي ولا يأخذ هو الذي يمل هو الأمن هو الاستقرار هو العائد هو الاستثمار كل شيء في العقار من الأرض من استثماراته من استقراره وسلامه فإذن العقار هو الابن البار ننظر له عجبتني الابن البار نعم وهذا الكثير من المواطنين يأخذون مرت علينا التجارب إلى الآن بعد ذلك مهما ارتفع سعره مهما يعطيك العائد تبعه بأغض النظر العقار ممكن يزرع على أرض ويعطيك الثمار ممكن نسكن السكن ويكون آمن لنا واستقرار لنا والعيالنا ممكن نستثمره بعماره وبأجار ويرد لنا استثمار ممكن نستخدمها حالات تعليمية وكذلك الصحية وكذلك إذا نظرنا فيها طرق نحن نستمرين معاكم ومستمرين بحوارنا عن هذا الموضوع اللي هو موضوع العقار وأهميته أيضا ودائما شخص اللي يودي يستثمر أكبار المستثمرين يوجهون لهذه المجال وفيه مجالات أخرى بإمكانه أن يدخل فيها لكن مجاهدين الكرام خلنا نتعرف معاكم ومع ضيفنا الكريم على سوق العقارات عندنا في دولة كطر من خلال هذا التقرير نتابع يشهد سوق العقارات في الدولة انتعاشا ملحوظا وسط توقعات باستمرار هذا الانتعاش وتزايده خلال الفترة المقبلة بسبب تسارع النمو الاقتصادي وخطط التوسع العمراني في الدولة وتحرص إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل على إصدار نشرة دورية أسبوعية وشهرية لرصد مؤشرات هذا النمو عبر الإعلان عن حجم تداول العقارات وأماكن بيعها وبحسب أحدث نشرة عقارية فقد بلغ حجم التداول العقاري خلال شهر سبتمبر المنصر 2.7 مليار ريال قطري وأشار تقرير مجموعة إزدان القابضة إلى أن حصول دولة قطر على مرتبة متقدمة عالميا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يؤكد تنافسية الاقتصاد القطري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتي تدفع مختلف القطاعات إلى النمو ومن بينها القطاع العقاري وفيما يعد العقار مجالا آمنا للاستثمار يعول الكثيرون على إسهام النهضة العقارية التي تشهدها الدولة في استقرار الإيجارات كما يتوقع أن يتزايد النمو العقاري بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة مع الانتهاء من مشاريع البنية التحتية وتواصل إنشاء مشاريع مونديال 2022 وانطلاق المشروعات الوطنية الضخمة التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 تابعنا مشاهدين الكرام هذا التقرير الذي يعطينا نبذة عن سوق العقارات عندنا في دولتنا الحبيبة قطر بحمد شهادنا هذا التقرير الذي يتحدث عن سوق العقارات عندنا في قطر لكن نرجع لموضوع الانتعاش الذي يشهده سوق العقارات شلون ممكن أن يساهم هذا الانتعاش في استقرار أسعار الإيجارات عندنا طبيعة الحال أسعار العقارات بالنسبة للمواطن مرتفعة وارتفاعة باستطلب عليها زايد وأكثر من ذلك هنا الأراضي التي هي قابلة للتنمية الآن مطلوبة وخصوصا محدودة فإذا نرى الأسعار مرتفعة عموما بين الدولة كلها لأن محدودية لا تقدر تتوسع إلا لما تحصل على رخصة البلدية على إقامة المشروع أو بناء المسكن أو ما إليها فيحتاج لها البنية التحتية ويحتاج لها الخدمات الثانية وبما تطلبها الصحة وكذلك الأمن والسلامة لدولة توفرها هذه لكن تأخذ وقت المناطق الثانية هي يجي على العقار الموجود المسموح فيها ندرتها ومحفوظها فالذلك الطلب عليها كبير الأجارات الأجارات نجي الأجارات الأجارات فعلا الآن هي عرضة للعرض والطلب إذا رأينا أن سعر العقار اليوم مرتفع وبناءه مكلف فهناك تكلفة وراء يعني إذا أروح أبني أنا أجر بالضبط إذا أروح يأجر فأنا أرى لكن أنا عندي قناعة شخصية دائما أنا أقول لها حق ملعيان والربع يعني اللي معي يعني الأجار أنا لما أخذ الفلوس وأعطيها المؤجرة أو الشخص يعني كنتي أنا أعطيه العشر تلاف هات كنتي أقطها يعني خلاص ما أنا أستطيع لكن أنا لو شريت لي بيت أو أصل رح يكون موجود عندي أنا وخذت مثلا على قارض ولا أخذت على شيء المبلغ اللي أعطيه يا البنك في النهاية رح يكون لي صحيح عرفت خيو يوسف فهذا أنا أتوقع يعني مهم الثقافة هي تنتشر ودائما كل شخص يعني يختار الشيء الأفضل لما يناسبه أخي محمد صحيح إذا نظرنا بالنسبة للمواطن أو الشخص القطري اللي يتطلع طبعا هاي بلاده وبلاده من الحق أنه يملك أرض له ولا إسرته حتى يستقر ويأمن ويعمل ويحس بالسكن والدولة توفر لله الحمد لكن بعضها يأخذ وقت سريع ويأخذ وقت أطول من اللزوم فيطر الأجار يأخذ الحل السهل الحل السهل فإذا نظرنا إلى عملية التملك وأخذها هناك يعني من التسهيلات البنوك تساعد في ذلك بضمان راتبة بضمان ذي قد يساعد كما ذكرت بدل يأجر السكن السكن نفسه يمكن يأخذ عن طريق إقراض ومساعدة البنوك بضمان الراتب والمكان نفسه المكان يمكن يرهن إذا كان استطاع البنوك هنا تساعد برهن العقار نفسه يمكن يعطون قيمة 60% مبلغ معمال قد تتجاو 60% أو 50% وهناك راتبة يساعد في ذلك ويغطي تكلفه فيتخطى أمور تأجير السكن نحن نقول أن هناك حلول نعم لكن على كل الشباب خاصة الشباب يمكن يدورون أو يبحثون عن بيوت للإيجار أو حتى للشراء مهم أن كل شخص مشاهدين الكرام أن يبحث عن الحل الملائم لنفسه لأن هناك حلول كثيرة نفس ما قال الأخوي يوسف لكن كل شخص بحاجة إلى أن يبحث ويبادر وما في شيء صعب إذا بحثت أكيد بإذن الله ستجد الحل الأمثل لك وليأسرتك وأكيد سيسهلك بالعيش في حياة كريمة نرجع إلى عدد الصفقات العقارية يوسف 185 صفقة عقارية بقيمة 2.7 مليار خلال شهر سبتمبر أبرز التعاملات التي تمت وأنواع الصفقات العقارية إذا نظرنا طبعا الصفقات خلال شهر سبتمبر فعلا هناك صفقات كبيرة كانت هناك صفقات رئيسية تمت في ذلك وهناك عدد مساكن لا تقل بشراه من المواطنيين وهذه زاد الطلب عليها 2.7 مليار ريال خلال شهر واحد في الإقار يعني مبلغ يعتبر جيد ومهم بالنسبة للعقار وهذا مطلوب لذا من المهم جدا أن الشخص في حالة توفير السكن يوفر المبالغ عن طريق الاقتراض أو عن طريق سيولت التي توفرها عقارات الدولة سعارها معقولة بالنسبة للأسعار الموجودة في ذلك بحيث أن الطلب موجود والشراء مطلوب وكثير منهم تمسك بعقار لا يبيع إذا حصل فائدة عليها أو حصل مناسب لذلك المبالغ هذه كانت في سبتمبر نعم وترجع إلى التصاعد في الفترة الجاية في الفترة السابقة توقع كثير من الناس أو من المستثمرين حدوث انخفاض في أسعار الإجارات السكنية تفسير ثبات السعر وعدم نزول الأسعار الأجارات الموجودة وشنه الآلية أخي يوسف التي تحكم هذه الأسعار وتخليها متماسكة مع بعض وما تنزل الأجارات مطلوبة في الدولة طبعا الدولة تنمو هناك كثافة سكانية تزيد والكل يعرف أن عدد سكان قطر ينمو مع المواطنين ومع الوافدين وكذلك مع البنية التحتية هنا الأجار يعطينا استقرار بالنسبة للسكن الملاحظ الفترة الأخيرة طبعا الأجارات السكنية من ضمنها العماير للشقق ومن ضمنها كذلك الفلل طلب عليها الحقيقة أول شيء تكونها من الأمور الاستقرار والقربة من العمل نلاحظ أسعارها يعني جامعة تخطو أو تثبت الآن كانت مرتفعة فعلا كانت لها طلب كثير من نسبة للبيع ومن نسبة للتأجير هذه السنة بسبب البنية التحتية وبسبب عدد العماير وهناك لا يقل عن كل سنة 26 ألف واحدة سكنية وعماير لا تخلو منها تقريبا حدود 30 ألف أمورة سكنية بمتفارقة في الدولة تحدث عن البنية التحتية أخوي يوسف معالي شيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس منجلس الوزراء ووزير الداخلية في اجتماعه مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في برصة قطر التي تحدثنا عنها الأسبوع الماضي ذكر أن الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات للمشاريع الكبرى بحيث أن الدولة تستثمر في المشاريع الكبرى والبنية التحتية والمشاريع بوجه التحديد علاقة هذا الموضوع ودلالته بالنسبة للنمو العقاري التي ستشهد الدولة أولا أحب أن أبه أن الدولة طبعا بتوجهات من سمو الأمير الله حفظ هناك فعلا نظرة مستقبلية ورؤية حكيمة في أن البنية التحتية تكمل على وجه الخص وهناك كذلك من توجهات رئيس مجلس الوزراء نفس شخصيا أن يرى اقتصاد قطر مكونة في الاقتصاد مكونة في البنية التحتية مكونة هذا تكمل بخطة وفي على الجدوى المحطوط لها في هذا ناحية فلا يخف عليك أنها أكد مع تراجع أسعار النفط ومع الأمور الثانية اللي أنه عيون وبالأخص التوجهات مستمرة وستكمل بإذن الله وستكمل ونرى البنية التحتية والطرق وكذلك القطرات ومع إليها في وقتها بإذن الله ولا سيكون فيها أي تقصير بالنسبة للميزانية وطمئن الحديد المواطنية والشركات المساهمة أن الدولة مهتمة بهذا وعينها على ذلك لذا الأمور في قطر تعتبر مستقرة وأكبر ذلك أكبر ورشة موجودة في العالم هي في الدوحة وفي البلد الله الحمد هذا يعطي مقياس لكل الشركات التي ودها تستثمر عندنا في قطر بأن الأمور طيبة اللهم لك الحمد ونزول النفط ما أثر ذلك التأثير الكبير علينا في قطر وأن المشاريع البنية التحتية مثل ما ذكر معاليها أنها مستمرة وخصص لها الجانب الأكبر في موازنة 2017 أيضا أبو حمد وجه معاليه بسرعة إنهاء الأجراءات المتعلقة بطلبات المواطنين الخاصة بالإسكان ركز على هذا الموضوع وكان له زيارة معاليه إلى وزارة العمل ووزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية يعني كانت هذه الزيارة يعني تشد على الموظفين وتساهم في إنهاء الإجراءات شنون رح يكون تأثير هذا الخرار على حقيقة الإسكان طبعا توجهات يعني سموه على أساس أن المواطن لا حقية في الإسكان ولها السكن هو الآمن لهم هنا يجي طبعا إذا وجد السكن وجد الكل يوفر وهي البنية التعتية من ضمنها إذن السكن مهم جدا في استقرار المواطن وهميته وقراره لهذا السبب نرى يعني رئيس مجلس الوزراء بنفسه شخصيا يوجه رسالة إلى الجهات الرسمية وواضحة أن السكن مهم جدا أعطاه للمواطنين وتوجيهاته بدون تأخير وبدون الله لذا نرى البنية التحتية ما شايف لذا نرى الإسكان وزارة العمل الإسكان تعطي وتحض المواطنين بتقديم طلباتهم وماشر في الإجراءات حتى يكون الله الحمد لأمور بالنسبة للمواطنين طيبة اللهم يعني يرى النور كما التوجيهات واضحة ما هي إلا وقت ونرى بإذن الله أرض الوطن كلها تنمو بالشكل بالسكن بالذلك الاتصراد والكل بالله الحمد يرى أبناء في هذا السكن اللهم لك الحمد الاقتصادي في المجال غير النفطي نعم شلون ممكن يقوم الاستثمار العقاري في هذا الموضوع ويساهم في موضوع التنوية الاقتصادي إذا نظرنا الاقتصاد طبعا العقار جزء من الاقتصاد والعقار ينمو فقط في عملية ينمو بمشاريع تسويقية سياحية كذلك مناطق خاصة للمخازن للمصانع البنية التحتية المطار هي استثمار قوي جدا والدولة إلى الآن تتوسع فيها على رغم أنها تحديث وكميل هذا ناحية المواناة البحرية كذلك نرى إذن هناك العقار الدولة مهتمة فيه بطبيعة الحال من ناحية الاقتصاد والاعتماد عليها وهذا يعطي الدولة عادة ويعطي المواطن أشغال وكذلك فإذن دولة متجهة إلى العقار كنمو وكاستقرار وكبنية ونحن نرى الدولة الثانية الدولة الأوروبية تعتمد على العقار في حلقة وصل أما عن طريق المواناة أما عن طريق المطارات أما عن طريق السياحة الدينية أو السياحة القربة من دول الخليج الكل هنا والله الحمد الدولة تمت في هذا المشروع كما نرى سوق واقف الدوحة وسوق واقف في البكرة وفي الشعبي وكذلك في الخور إذن الله الحمد الدولة مهتمة والمواطنين يعني الله الحمد يحذوهم هذا النمو والفرحة بهذه الحضارة والفرحة الله يدوم هذه النهضة التي تنهضها بلادنا قطر بإذن الله في نهاية حديثنا الخبير الاقتصادي أخو يوسف شكرا لك على تواجدك معنا في برنامج اقتصاد أشترتم على برنامج وعلى استضافة الله حيك محمد مشاهدين الكرام متواصلين معكم لكن بلروح إلى فاصل قصير ونرجع نكمل من بعده برنامج اقتصاد انتظرنا حياكم الله مشاهدين الكرام متواصلين معكم في برنامجكم الأسبوعي اقتصاد انطلاقا من مبادئ التنمية الاقتصادية لدولة قطر والتي أرستها رؤيتنا الوطنية 2030 وفي إطار توفر فرص التعلم والتطور المستدام لخدمة القطاع الخاص بالاعتماد على متطلبات السوق ومن منطلق تحفيز إمكانات النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية أطلق بن قطر لتنمية برنامج تنمية القدرات لرواد الأعمال في قطر للمزيد عن هذا البرنامج معنا في الستيديو السيد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بن قطر التنمية حمد يا مرحبا بك شرفتنا في برنامج اقتصاد يا مرحبا مسهلا فيك وشكرا على استضافة الله يحييك قبل ما نبدأ حوارنا معك نروح معكم مشاهدينا الكرام ونتابع تقرير مع أحد الشباب أو أحد الشباب الاقتصادي مستفيدين من برنامج تنمية القدرات لرواد الأعمال نتابع هذا التقرير ونرجع نكمل معاكم اقتصاد شركة فاي هي أول شركة تتيح خدمة للدعايات عبر شبكات الواي فاي الهدف الأساسي توفير الدخول المجاني لخدمة الانترنت للعامة في الأماكن العامة في قطر خلال إنشاء فايل التكنولوجيا كان فيه الكثير من التحديات بركز على تحديين تحدي الأساسي كان المساحة المكتبية انتقلنا لحضنة الأعمال اللي تابعة البنك قطر للتنمية اللي هي حضنة قطر للأعمال التحدي الثاني كان ليه التمويل التمويل للتوسع حاليا نحن مقدمين على التمويل الرئيس المالي أو صندوق التمويل الرئيس المالي ضمن الخدمات اللي قدمها بنك قطر للتنمية استفدنا من عدة خدمات من الخدمات اللي قدمها بنك التنمية من الخدمات اللي استفدنا منها اللي هي الدورات التدريبية المميزة نقطة ثانية استفدنا من المساحة المكتبية المجانية اللي يوفرها لنا البنك من خلال حضنة الأعمال النقطة الثالثة نحن حالياً مقدمين على صندوق الاستثمار الرئيس المالي في الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف الحصول على استثمار يساعدنا على أن نكبر متوسط حضنة غطر للأعمال عندها برنامج مميز تحتضان لمدة سنتين في هذه الفترة تقدم عديد من الخدمات للشركات الناشئة التي هي في بداية مراحلها منذ انشاءنا تقريباً استلمنا 1500 طلب تقديم على خدماتنا على الاحتضان فيها قبال جداً جيد على خاصة برنامج رياضة العمال الانسيابية وقاعدين فعلاً نشوف من سنة لسنة تطوير من ناحية الفئل سواء في الكم عدد الناس اللي قدمون أو في جودة الأفكار اللي قاعدة تجينا تابعنا معكم مشاهدين الكرام هذا التقرير اللي تحدث عن هذه القصص الموجودة لرواد الأعمال اللي قطريين واللي بالفعل نفتخر فيهم ونفتخر في تجاربهم الموجودة هذا دليل أنه ما فيه شيء صعب مشاهدين الكرام الكل يقدر يقوم ويبدأ ويبادر بفتح الشركة الخاصة فيه وأكيد أنه راح يتوفق فيه بإذن الله إذا اتخذ الخطوات الأساسية والموفقة نرجع مع أخي حمد الكبيسي من بنك قطر للتنمية حمد تنمية القدرات كلمة كبيرة لكن أنتوا في بنك قطر للتنمية شنو تعني لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بنك قطر للتنمية يعمل من خلال استراتيجية واضحة عملنا استراتيجياتنا من خلال فهم التحديات اللي تواجه رواد الأعمال مثل ما تفضل أخونا سعد القحطاني في الفيديو ذكر تحديين من التحديات التحدي الرئيسي اللي يواجه رواد الأعمال هو واحد من الخمسة هو الوصول للمعلومات وعدم توفر القدرات لدى رواد الأعمال ويقوم بين قطر للتنمية للتصدي لهذا التحدي من خلال ثلاث أدوات رئيسية الحظينات حظينات موجودة اثنين خدمات الاستشارة أو تزويد الناس بخدمات الدعم السوقية والقانونية والمحاسبية وثلاثة برامج التدريب المباشرة اللي يستفيد منها رواد الأعمال جميل فأنتم من خلال هذه الخدمات اللي يقدمونها أنتم قاعدين تبنون قدرات الشخص أو رائد الأعمال اللي رح ينطلق في هذا السوق صحيح بفهد نزين شلون ممكن يتم تطوير قدرات رواد الأعمال اللي قدرية من خلال هذا البرنامج وشن هي أبرز الجوانب اللي يتركزون عليها أكيد عندكم من وراء كل برنامج لكم هدف صحيح نحن البرامج متنوعة لو نمسك على سبيل المثال برامج استشارة تهدف لوضع خدمات دعم غير مباشرة لرائد الأعمال فرفع كفائته بشكل غير مباشر من خلال تزويده بمعلومات السوق ودراسة الجدوى أو تزويده بشركة قانونية أو مكتب قانوني يقوم بدعمه بإعطائها النصيحة القانونية أو المحاسب إذا كان محتاج تدقيق معين وإن شاء الله في المستقبل الغريب على نهاية السنة يكون فيه برنامج التسويق البرامج الثاني اللي هو البرامج التدريبية المباشرة نقوم فيها في الأساس بمعرفة احتياجات العميل العميل أو رائد الأعمال في المجال الصناعي احتياجاته تختلف لما يفتح مطعم كل قطاع لها احتياجاته فأحنا عندنا برامج متخصصة على سبيل المثال البرنامج الصناعي برنامج خاص بالصناعيين اللي يبتدي من مرحلة فكرة إنشاء المصنع لين عملية تنفيذ المصنع نفسه فندخل معه بتفاصيل البرامج الثانية على سبيل المثال ندخل في اللي يسمونها المهارات البسيطة اللي يحتاجها منها القيادة ومنها آلية التواصل منها كيف الأسبوع الجاي عندنا دورة كيف تبني فريقك ودورة كيف تدير فريقك هذه بالنسبة لرائد الأعمال اللي أكيد رح يستفيد منها في تعاملة مع الموظفين اللي رح يجيبهم فهذه الناحية الإدارية جميل ندخل معاه في الناحية التفصيلية ندخل معاه في مثلا مشاكل اللي تصير بينهم بين بعام لا لا مش في المشاكل لا 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 كيف تدير فريقك أكيد فيهم تصير مشاكل هذه قاعد تتكلم في الأمور الإدارية فهي بتدخل من جميع النواحي كيف تشكل فرق العمل كيف تعطيهم أدوات قياس النجاح كيف تعمل لك هيكل تنظيمي ندخل في الأمور الثانية اللي هو البرامج التفصيلية والبرامج الفنية التقنية شوي اللي يحتاجونها بعد رواد الأعمال على سبيل المثال الأسبوع اللي فات كيف تخطط لمؤتمر وفعالية من البداية للنهاية اللي وصلنا لين كيف تختار الشركة اللي راح تنفذلك الفعالية نفسها كيف تعمل السوشيال ميديا ماركتنج أو تسوق من خلال قنوات السوشيال ميديا فحنا عندنا الشقين الشق الفني والشق الإداري العام في التنمية نفسها برنامج تنمية القدرات الموجودة عندكم هل يحقق رقمات رواد الأعمال أو أنه موجود حبر على ورقة على ما يكون نحن نكون وقعين على الواقع الموجود عندنا اللي أبي أقوله لك أننا عندنا برامج بادي من أول سنة مثل البرنامج التأسيسي والبرنامج بدأ معنا من أول سنة عبارة عن شم البرنامج التأسيسي البرنامج التأسيسي بدأنا فيه بالإدارة العامة شم هي رياضة الأعمال الإدارة المالية المحاسبة التسويق ووقفنا في فترة الصيف وبعدها رجعنا للتسويق عن طريق السوشيال ميديا وإدارة الحدث ودخلنا في موضوع الذي هو كيف تبني فريقك وليل نهاية السنة الشاهد في الموضوع أنه عندنا نسبة كبيرة من الموجودين أو الحضرين في الدورة نفسها هم موجودين معنا من بداية السنة ومكابلين معنا البرنامج فهذا يعطيك دلائل أن فيه فائدة يشوفونها ومرجوة من وراء البرامج عدد المستفيدين من برنامج سنة مثل القدرات وهل تحرصون أخوي بفاهد بما أننا لديكم خبرة أكثر في هذا السوق على سماع المشاكل التي يعانون منها الرواد الأعمال وأيضا تضع لهم حلول ربما ليتجاوزون هذه المشاكل تقريبا من بداية السنة لليوم تقريبا عدد الذين حضروا دوراتنا وورش العمل الخاصة بالبنك أكثر من 500 ترائد أعمال ماشاء الله بالنسبة ل عدد ما بسيط عدد مش بسيط اللهم لك الحمد وبالنسبة للسماع نحن عندنا آليات كثيرة للسماع نحن في نهاية كل دورة لا نمشي بس مع استبيان ندخل في نقاش مفتوح مع الموجودين في الدورة ونسألهم شين احتياجاتكم فنحن لا نبني دوراتنا من عبث نبنيها على احتياج السوق نفسه لأن رواد العمل هم اللي داخل السوق وهم الأفهم باحتياجهم نفسهم فالعديد من البرامج اللي نزلناها نزلت من خلال سماعهم وتاريخ أربعة أحد عشر اللي فات عملنا للمرة الأولى مجلس رواد الأعمال جميل أربعة عشرة أربعة عشرة أربعة عشرة لأنني كنت رأيت أحد من الشباب متصل معنا واللي حضروا معنا أكثر من سبعين رواد أعمال جلسوا معنا أكثر من خمس ساعات كم رواد أعمال؟ أكثر من سبعين ماشاء الله وجلسوا معنا خمس ساعات كيف كان محتوى اللقاء هذا محتوى اللقاء أننا تطرقنا لآلية عمل البزنس أو اللي نسميها الـ الـ اللي يهم أنت بتبتدي من مرحلات الفكرة بعدين متأسس بعدين تبدأ بتشتغل بعدين بتكبر وبتنوب ومساكنا كل مرحلة وشفنا وسألناهم شنه التحديات اللي واجهتكم ودخلنا في نقاشات جنه أبرز الأشياء اللي يمكن أنت حيما أول ما أقول لك أبرز الأشياء اللي سمعتها حين على طول تجعل بالك والله مراحل التأسيس يوجون صعوبة يوجون صعوبة عدم معرفة الإجراءات يعني شنه سوي قابل شنه سوي عقب وش اللي قابل الثاني هل في حل من عندكم بأبو أحنا اللي احنا راح اللي احنا شغالين عليها الان نضع برنامج ونضع حلول لكل مشكلة اللي تكون تحت يعني صلاحية البنك إن شاء الله راح تكون يكون حالها مباشر بس حلو اللي ذكرت أخوي أبو فهد منه شوي أنت تكلمت عن الأشخاص اللي عندهم في الجانب الصناعي تعطونهم من البداية من خط البداية تقول لو الله أنت تشغل أفلانية تنتقل على إجراءة هذا لين ما يشوف الماصرع قداما بإذن الله مهم أن حتى رواد الأعمال أو الأشخاص اللي يمكن يشاهدوننا الآن أو موجودين عندنا في قطار عندهم أفكار لكن يتعايز شون يبدأ ولا أنا شبه أسوي الحين ما عندي حد بيرشدني عرفت وفهد نحن البرنامج الصناعي على سبيل المثال نسويه بالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة ويكونون مشكورين في بداية البرنامج نفسه يكون في شخص يمثل عن ندر التنمية الصناعية يقول رواد العمال شنه الأجراءات التي تحتاج أن نتعملها من البداية لأنها هي كأجراءات حكومية ومن بعدها ندخل معها في التفاصيل الفنية جميل جميل فيريح الأشخاص الموجودين يختصر عليهم أشياء كثيرة نعم نعم أغفقكم إن شاء الله خلنا نتكلم عن الشروط الموجودة للانتساب في برنامج تنمية القدرات رواد الأعمال وهل هناك عقبات تقف في وجه رواد الأعمال عندنا وأنت أيضا دوركم في هذا المجال إن شاء الله أننا ما في عقبات لدخولها من البرامج التدريبية خصوصا الخاصة في البنك الشروط الدورات المفتوحة للا يكتري أي يكتري يدخل في أي برامج من برامجنا ما عندنا أي اشتراطات لكن مثلا في التدريب الصناعي في ضل الشخص المهتم بالصناع يدخل يعني ليس شخص مهتم في قطاع ثاني كل قطاع عندنا البرامج المتخصصة عندنا برنامج الصناعي عندنا برنامج الابتكار فهذه البرامج تساعد بشكل وبآخر على هذا الموضوع بفهد نحن تحدثنا عن البرسيجر الكامل الذي تقومون فيه خاصة مع الأخوان في الحلقات التي راحت من خلال فقرة بن قطر للتنمية التي نقدمها من خلال برنامج الاقتصاد تأهيل رواد الأعمال يأخذ وقت كبير على رائد الأعمال وعليكم أنتم أيضا في بن قطر للتنمية هل تتم متابعة نشاط رائد الأعمال بعد البداية في المشروع في برنامج تنمية القدرات علينا مقياس أداء موضوع والذي هو نسبة تحويل المتدرب لراءة أعمال أو أنه يتحول من مجرد متدرب عندك إلى أنه ينشئ مشروعه فننقيسها من هذا المجال التابعة من خلال تحويله على خدمات الاستشارة ومن ثم تحويله إلى خدمات الضمين أو التمويل المباشر ننقيس نجاحنا بمدى تحوله للمرحلة اللي بعدها إن شاء الله الله يوفقهم إن شاء الله وإياك إن شاء الله في نشاطاتهم اللي دائما نسعد برؤية الشباب اللي قطر يدخلون في هذا الجانب دعونا نتكلم عن إسهام خدمات استشارة في بن قطر للتنمية أنت دائما هناك استشارات مالية قانونية تسويقية لرواد الأعمال كيف مساهمتها في موضوع التنويع الاقتصادي عندنا؟ الخدمات استشارة كمساهمة في التنويع الاقتصادي وبشكل مباشر لا تساهم في موضوع التنويع الاقتصادي لأن الاقتصاد يقاس بقيمة المصروفات أو قيمة الانتاج فدائما أنت تقيس اقتصاد الدولة أو أي دولة من خلال الإسهام المباشر للمال نفسه يعني للسيولة نفسها لكن استشارة تساهم بشكل غير مباشر في التنويع الاقتصادي لكون استشارة تحفز المشاريع نفسها وتقويها في عملية المساهمة في التنويع نفسه نعم ثقافة رياضة الأعمال أبو فهد مهم أن ننشرها في مجتمعنا سواء من خلالكم أو حتى من خلال شاشة قناة الريان نحن دائما نركز على هذا الجانب ونتمنى أنها تنتشر إن شاء الله في الفترة القادمة قبل الختام كلمة أخيرة توجهها من خلال شاشة قناة الريان أنا أقول لرواد الأعمال البنك موجود لخدمتهم نحاول نغطي جميع التحديات التي واجهناها رواد الأعمال من خلال الاستراتيجية والبرامج الواضحة التي قدمها البنك سماع لرواد الأعمال هذا شيء ضروري نحن أبوبنا مفتوحة على أساس أن نسمع أراءهم ومقترحاتهم ولكن لا أحد ينفذ عنهم المشروع هم ينفذون ونفذهم فأنهم يحطون المجهود والالتزام هذا الشيء الرئيسي الذي يحقق نجاحهم نعم الله يعطيك العافية أخوي حمد بالفعل أنت يمكن أن تساهمهم في تقديم خدمات لكن المبادرة مهم منها تكون على رائد الأعمال الأكترية التي يمكن تسهلت لها العديد من الخدمات التي تقدم من خلال البنك قطر للتنمية حمد الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية لبنك قطر للتنمية شكرا لك وليحضورك في برنامج اقتصاد الله يجيك خير يعطيكم العافية وما قصرتها شكرا مشاهدين الكرام في ختام هذه الحلقة تذكير بعناوين برامج اقتصاد بورصة قطر تغلق على ارتفاع بنسبة 0.56% سوق العقارات في دولة قطر يشهد انتعاشا ملحوظا بسبب تسارع النمو الاقتصادي وخطط التوسع العمراني في الدولة برنامج تنمية القدرات لرواد الاعمال مشروع اطلقه بن قطر للتنمية لتحفيز امكانات النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية في نهاية حلقتنا مشاهدين الكرام نتمنى ان نكون قدمنا لكم معلومات مفيدة من خلال برنامجكم الاسبوعي اقتصاد نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على خير الاثنين الجاي ساعة تسعة المزا مع السلامة اشتركوا في القناة